السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يسعد مساكم بالخير ويفرج على الدكتور هزاء وأصحابه الكرام والفغير اللهم حدثكم هذه قصيدة تعبر عن نفسها في الشيخ محمد بن زايدا النهيان رئيس دولة الإمارات وأحد أشهر زعمال أمه العربية والإسلامية المنوط بهم تحقيق أمالها وتطلعاتها سلام تسريمة محبة بعجالة الشوق وسط القلب والودة تعبير سلام تسريمة محبة بعجالة الشوق وسط القلب والحكية تعبير وبناده محوى وريثة الجهالة هيلينيال قاله مع الناس تنوير فأعوذ بالله من دعاة الضلالة من جنة الله تحذفك في زمهرير واللي ما تطريها العرب لا أخاله لو نخدمها في وسط بيتها طوابير وشاعر في عولها ما تشابه مقالة يضيعها ما وراها مداوير والمسك يمستخرجها من غزالة يسابق العطار له نافخة الكيرة كذلك الشعر انتسامة جمالها له في نفوسه اللي ما تكتبها تأثير مبالك إلى قيل فاللي خيالها يا ما كفخ للنادرة كفخت الطير يا شيخ أنا جيتك وعندي رسالة معبرة عن واقع الحال لا غير في سبيعين يشكي انفارق اعياله ثلاثة الراحة وضحايا هوامير بعد ما شاقم فالأمور استحالة سير عليم مثلا مثلا ذا المساير واركا على متن حمولها وماله وبين الامل والحمل للدبرها ادير اذنى الامل عن الحمولها يبالها عزمن يشل الكايدة شلته بعيره هرشن ينوم الصاحبة لابراله عليه واسم من مسومة المناصير وضحيت بينه وبينه من يبدالها نفذت كمية ثم فتحتها على زرير يا صب لي فنجالة واجلس اقبالها حتى برد فنجالية من التفاكير ولا برد صبيت واحدة بداله وهكذا لنصبح الامر تبذير وجريت تنهيد تصدر بالعمالة طبيا التنهيد مثل العقاقير ثم قلت يا رحمان يا ذو الجلالة يا رب تجعل في توفقها في وفقها تياسير ثم قلت يا رحمان يا ذو الجلالة يا رب تجعل في وفقها تياسير وذكرت ابو خالد وريثة الاصالة وضحكت في وجه الزمن والمقادير يا حي ابو خالد ويا حي فالة شيخن إلا شفت تشوفها التباشير جاهة إلا نشبرشة في المحالة يسدنا عن الذهب والدنانير المجد مجد أبوه والآل آلة تاريخ والتاريخ ما فيها تزوير المجد مجد أبوه والآلة آلة تاريخ والتاريخ ما فيها تزوير ما هو بصدره مثل أبو زيد الآلة السدر غصره تكسرها هبت عصير هذا أبو خالد الحالة الحالة وحنى حرارا شقر ما حنعصافير اللي ليضغنا نجي في ظلاله ما حندور ضلعبانات والنير ننصاه ووجيها العرب كلها له والعبد يبغى لها من الله تدبير يا شيخة أنا شاعر كثيرنا اهباله لا جدها بحاكم ولا خالها أمير ويفاخر بجده وعمة وخالة اللي لهم بين المطارقة تقدير فعولهم تجبرها على الجمالة والخطوة اللي ما تهابى المشاوير عندي ذهب يصرى في لاجة مجالة وما عدا ذلك انحاسها وقصدير الإعلام سوالي مع الناس هالة وقضيت عمري بين ربحة ومخاسيرها أخوض أخوض حرب قاتلها من خلالها يالله بموتها ما هي بموتة الزير لكن تربطني أحقوق الزمالة لكن تلزمني أحقوق الزمالة مع الرفيق الطيب من الشواعير الشورلة وقدرة والرضالة لكن ما حنها ما بين الجماهير اليوم يبراسها وينكس أعقالها من بيتها الأول إلى البيت لأخير من عادها بالسيف يا أبو محالة ما في مجد يوخذ بدهنته السير تكفى يا أبو خالد ولابها أطوالها علمي وصلك وما يجي منك تكسير وأنا ما جيتك لنك رأي جماله ولا علشانك ولا تزايده الخير لكن مع الثنتين عندك عدالة وتقوم حظوظ الرجالة المعاذير وتعدر اللي في طريقة ميالة وترو وخلي وسط راسها صعاطير يقبل عليك المجد وتقوله أنا له تكسر تحت شبرك طوالها ألا شابير ما بين واقع هالزمانه ومحالها مخلي دسمك في سجلها ألا ساطير شعبك يحبك حبه حتى الثمالة يصير لو حسادك تقوله ما يصير الشاعر بمدحك تجي معه حالة حالة سكر لو كان ما هو بسكير ما دحالك يزيد في مقامه وما له ويصير مشهور ما بين المشاهير والله لو أن الشعر ما به رجالة منها يسد لازمها للمناعير أني لقدم من طرفها استقالة وضمذود سود ولا مغاتير لو ضمت الذود الغوالي عبالها قل شي يصد ويلقى معاذير